بين فقدان ثقة بالخطاب السياسي والعسكري المنفصل عن الواقع وتبعات النزوح الطويل هربا من المخاطر الأمنية يعيش مستوطن الشمال فيما هم يواصلون تعداد أيام نزوحهم والخسائر التي تلحق بممتلكاتهم واقتصادهم مع تزايد شعور باليأس من قدرة الجيش الإسرائيلي على إبعاد حزب الله عن الحدود فضلا عن هزيمته ما يقارب خمسة أشهر مرت على إخلائنا من منازلنا فيما إسرائيل التي أعلنت أنها لن تقبل بهذا الأمر على مدى فترة طويلة جدا لا تزال تروح مكانها فوزير الأمن يكارر أن هذه العدوانية غير مقبولة وأن نصر الله إذا قام بأخطاء من هذا النوع فسوف يدفع أثمانا باهضة من يعتقد أن الجيش الإسرائيلي قادر الآن على غزو لبنان وتأسيس حزام أمني هناك يخدع نفسه ليس للجيش الإسرائيلي القدرة على تفكيك حزب الله ولا على إبعاد عناصره استفيقوا من هذا الوهم ولا تقتصر مكونات اليأس والإحباط لدى مستوطني الشمال على الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع المعاشف حسب بل أيضا من الثمن الباهض الذي يدفعه المستوطنون المهجرون نحن لا نتحدث عن ذلك كثيرا ولكن قرار إخلاء السكان يأخذ منا أثمانا باهضة فهناك ازدياد في حالات الاكتئاب وعدم يقين وتقارير عن اعتداءات فضلا عن تفكك في المجتمعات وكل يوم يمر هناك من يقارر فيه عدم العودة للسكان في الشمال الشعور هنا سيء وحزب الله أقرب إلى منازلنا حتى من أنفسنا بهذه العبارات يصف المستوطنون من سكان الشمال واقع الحال بعد نحو خمسة أشهر من وعود المسؤولين الإسرائيليين بإعادتهم إلى منازلهم بأمان فيما يحذر معلقون من أن مستقبل الشمال لم يعد ورديا كما رسمه المخطط الصهيوني ترجمة نانسي قنقر